السلام عليكم ورحمة الله في الشرح الجديد من شروحات السيبانل سنتعرف على طريقة تغيير نسخة البي اتش بي السيبانل يمكنك استخدام أكثر من نسخة أو الاختيار من بين أكثر من نسخة من نسخ البي اتش بي هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعلك تختار نسخة من البي اتش بي عن غير النسخ المختلفة منها مثلا أن الموقع أو البرمجية التي تعمل عليها تتطلب نسخة محددة من البي اتش بي لكن المشكل الشائع الذي يواجه أصحاب المواقع يتعلق بالورد بريس الورد بريس لديها بعض المتطلبات الخاصة فيما يتعلق بالنسخة البي اتش بي لدينا مثال حقيقي بالخصوص هذا الموضوع وهو هذا التحذير في الورد بريس حيث يقول هنا هذا التحذير أن الاستضافة تستخدم النسخة سبعة ثلاثة من البي اتش بي بالتالي الورد بريس ينصح هنا بتغيير نسخة البي اتش بي إلى نسخة أكبر من سبعة فاصلة ثلاثة مثلا النسخة سبعة فاصلة أربعة لهذا الذي سنقوم به فهذا الشرح هو ببساطة اختيار نسخة المناسبة للورد بريس إذا نحن الآن في لوحة التحكم سنقوم فقط بالنزول والبحث عن سلكت بيتش بي فيرش سنقوم بالدخول هنا على هذا الشكل ثم هنا نقوم بالنقر واختيار النسخة التي نريد مثلا سنختار النسخة سبعة فاصلة أربعة ثم النقر على set as current إذن تم اعتماد نسخة البي اتش بي سبعة أربعة الآن سنعود للموقع سنقوم بإعادة تحميل الصفحة سنلاحظ أن ذلك الخطأ لم يعد ظاهر في موقع الورد بريس يمكنك التأكد مرة أخرى عن طريقة نهب إلى أدوات ثم صحة الموقع ثم معلومات ثم الخالي وهنا أمام إصدار البي اتش بي سنراحة أن الإصدار الحالي هو سبعة فاصلة أربعة إذن كانت هذه طريقة تغيير نسخة البي اتش بي من لوحة التحكم سي بانل شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر